أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أحمد خليني أبدأ معك بقى من الأول خالص احكي لنا حكايتك من الأول أنا مش عايز أتكلم كثير نهارده أنا عايز أسمعك الجمهور اللي عايز أسمعك النهارده لأن إحنا النهارده عندنا مباراة يوم الثلاث مهمة جدا كمصري هنتكلم عنها وعندنا مباراة مهمة جدا أيضا يوم الحد هنتكلم عنها ولكن تكلمني كده بقى من البدايات الأول أنت من الأول وصغير كبرت الدنيا مشيت إزاي كرة مشيت معاك إزاي احكي لنا طيب هنتكلم بقى بالتفصيل ماليش زي ما أنت برحتك أنا أصلا بدأت في مدرس الكرة مع كابتن إس محمد الغندور مدرس الكرة بسيطة كده جنبنا كطريبة من أعتبر من الكارية بتاعتنا كارية التمبارة كنت موجود فيها فبراعت مرن يعني المسافة مش طويلة عليها ما كانش مجهود فبدأت معايا بعدين لعبنا اكادمئة النادي الأهل في المنصورة ما بيجوا تفرجوا كده كل فترة دا كان سنة كان دا دا كلام دا دا 16 تقريبا 2000-2007 من فترة طويلة أوه فهم بيجوا لعبونا كل فترة عملنا مطس معاهم الأكادمئي قالوا احنا أحاول نضمه رحت لأكادمئة النادي الأهل في المنصورة بعدين برضو بحصل مطساط بينها وبين أكادمئة النادي الأهل في مصر في القاهرة أصدي فهو برضو عملوا مطشوات أكداميتي النادي العالي في الكويرة قالوا تمام هنحاول ناخد عبدالعادري ما عندنا فترة برضو نفس الموضوع حصل أكداميتي النادي العالي بيتلعب الكطاع فكل مطش الحمد لله كنت بظهر بشكل كويس هم خلاص في الكطاع آخر مطش العبنهم اتفقوا أن أنا خلاص أبقى موجود في الكطاع جبت والدتي في الفترة لأنني كان والدي مسافر فجبت والدتي الحمد لله ومضيت بقى على استمرات للنادي وكنت موجود في النادي من 2007 من 2007 دي كانت البداية تعتبر البداية طبعا من القرية وبعد كده لغاية لما وصلت 2007 لنادي الأهلية من 2007 بقى لغاية رحلة حكي لنا الدنيا ماشي ازاي قعدت بقى بتاع سبعة أو ثمان سنين في النادي الحمد لله بنلعب الدوريات كلها كنت دايما الحمد لله يعني خمس سنين ومتطلئة أحسن لعب والهدف كنت موجود في الكطاع ظهر بشكل كاس الحمد لله بعدين جالي بقى حوار ان انا يبقى فيه سنتين احتراف الحمد لله قبل سنتين الاحتراف الفترة دي تعلمت منها ايه ناشئ في النادي الأهلي موجود في مدينة ناصر زميلك اللي موجودين معاك الفترة دي كانت ماشي ازاي عشان بصريحة قعد لواحدة طبعا فترة صعبة بعد عن أهلي طبعا وأنا في السن ده بتبقى صعبة شوية بس الحمد لله يعني طالما بتكتد وبتعمل اللي عليك ربنا بيكرمك في الآخر يعني فالحمد لله الدنيا منشت قدرت ان انا استحمل المرحلة دي اهم المدربين اللي كانوا موجودين فيه كتير بصراعش مستاش حد بس يمكن اكتر اكتر المدربين اللي قصروا معايا كان الكابتن ياس الرجاب بسكنا 4 سنين طبعا في قطعة فترة طولة جدا كابتن ياس الرجاب وكابتن محمد سعد كان موجود برضو فترة وكابتن عسام صلاح يعني كان فيه شوية ناس وكابتن عبناء عشور طبعا هو كان السبب الرئيس ان انا ابقى موجود في قطعة انا شينيان